مرة بعتذر ان احنا ما بيكونش عندنا فرصة ان احنا نغطي بشكل جيد الاحداث الابطية فانا حابة ان احنا نحاول نركز مع بعض شوية وحنا حاولنا الحياة التواصل مع نيافة الانبا مكاريوس لكن ما قدرناش نتواصل معاه لكن ما حدث بالنسبة الموضوع نيافة الانبا مكاريوس لازم وقفها الحقيقة لانه اللي حصل ان نيافة الانبا مكاريوس كان رايح مكان في الزيارة الاحدى الكرة وده كان في الصباح النهاردة واللي حصل ان الاعترافات نيافة الانبا مكاريوس نفسه اللي نزلت على جريدة الوطن انه هو بيقول انه فوجئ بان في مجهولين حصلون مدة ساعة ونص داخل منزل بعزبة السرو التابعة لقرية جريس بمركز ابو ارقاص محافظة المينيا وهو كان رايح في تفقد للعزبة وشعب الكنيسة برفقة الكهنة برفقة رجال دين مسيحي الانبا مكاريوس قال انه فوجئ باطلاق عيرة نارية كثيفة تجاه السيارة اللي استقلها وحاول السائق الهرب حتى تمكن من الوصول لمنزل احد الاقباط بالقرية واللي استشهد قبل كده يعني مش في الحدث ده كان احد ابنائه استشهد في الاحداث العنف اللي كانت بعد فضع تسامية ربعة والنهضة 14 اغسطس قام الجناية بمحاصرة المنزل يعني هم ضربوا النار الاول على اتجاه سيارة الانبا مكاريوس لانه فيه تصريحات بتقولك لا اهدى كان بيت هذا الشخص اللي هناك في القرية كان عايز كان اهدى البيت يعني الكنيسة كبيت خدمة وفيه ناس من القرية فكروا ان البيت ده هي اعتعام الكنيسة فالله حصل ان كان هجوم على البيت وانه ما كانش فيه علاقة بالانبا مكاريوس لا التصريحات على جريد الوطن بتقول كده اللي ازعجني ودايقني جدا ان يتقال ان فيه تصريحات لمحافظ المينيا ويقول ان اللي بيحصل ده امر فردي لا حضرتك مش امر فردي ده طائفي وطائفي ونص زي ما قلت في بداية حلقتنا وما يصحش ان احنا نفضل نردد في الامور دي على اعتبار ان احنا نخدر الناس ولا ننومهم تنوين مخطنطيسي اللي بيحصل في المينيا ما زال لسه في المينيا امور لها علاقة بالارهاب من جماعة الاخوان المسلمين واعوانهم من جماعات الاسلامية ومن السلافيين فالموضوع مش فردي الموضوع انه فيه خطورة محتاجة ان يكون فيه امن اكتر ومحتاجة ان يكون فيه سيطرة امنية مش بس على دلجة لأ ده انت عندك مشاكل في محافظة المينيا باكملها فاعتقد انه ما يصحش يتقال الكلام ده عموما انه زي ما الامبا مكاريوس حكى انه الهجوم كان في الاول على عربيته واكيد العربية عليها اثار اطلاق نار يعني يا جماعة مش معقول كده ما ينفعش ان احنا نقلف وجريدة الاهرام تكتب وكل ده بتحاولوا ان انتوا تغلوشوا على الامر ما ينفعش يتم تغلوش على الامر ده الحاجة التانية انه بعد ما هربوا راحوا للمنزل منزل هذا الشخص اللي في القرية دي قرية السر وعزبة السر والطبيعة للمركز جريس واطلقوا النيران بكسافة ناحية المنزل وعملوا تلافيات بالنوافذ وكان الاطلاق النيران ده لمدة ساعة ونصف ويأتي السؤال اللي احنا دايما بنقوله هو فين الامن هتقولولنا برضو انها قرية ومعرفناش ندخل بيستغيثوا بيكوا دايما في بداية اي احداث وما بتظهروش غير بعد ما بتكون الدنيا خلصت وبعد ما بيكونوا الناس دي عملوا اللي هم عايزين يعملوا يبقى المشكلة سيادة المحافظ محافظ المينيا هي مشكلة امنية طائفية وانه الامن مقصر ايضا تابع اللي بيقول لنيافة الامبا مكاريوس ان ما تعرضت له اليوم حادث اجرامي ومحاولة ارهاب قيادات كنسية وباختصار محاولة الاختيال قدست نيافة الامبا مكاريوس وايضا الهجوم على شخص كان قبل كده كمان مش سايبينه في حاله يعني ابنه تعرض للاختيال وللقت واستشهاد فيه الاحداث اللي فاتت ومش سايبينه كمان في حاله فاعتقد ان ده حقيقة ما تم قوله على لسان نيافة الامبا مكاريوس وما نشرة في جريدة الوطن وانا شايفة ان هو ده اللي هو اللي صح لا تقولوني بقى جريدة اهرام ولا تصريحات محافظ وان شاء الله الايام هتثبت ان ده صح بعد ما بتبتدي بقى تنزل لنا صور ومشاهد لإطلاق النيار على منزل هذا المواطن وعلى سيارة نيافة الامبا مكاريوس